أريد أن أقول لكم القاعدة معكم ونظر الواحد لا تريد أن تخلص حبيبي ماذا؟ أنت ذهيته؟ لا، يا ممصود أنت مردتش أصدقائي هو أرد، أنت مردتش أنا أعرف الجملة التي يدينا ورده لا، لا شيء، والله العظيم لها خالص أنا أتكلمك في شيء آخر غير الفن خالص على المشاريع الصغراء التي تعملوها مع بعض يعني أنتم تتمثلوا مع بعض ومسرح مع بعض وعندما جئتوا كل واحد فيكم مثلا يفتح مشروع إبتديتوا تضموا مع بعض أنت مش معهم؟ لا، أنا مش معهم ليه بقى هنا؟ عشان حرامية بينصوبوا على بعض يعني موضوع محل الجزم مثلا أو البراند التي تعملوها على الجزم نحن عارفين لماذا؟ عشان الجزمة التي تسرقت منك أيها في الجامعة صح في الجامعة؟ 450 جنيه بعين وعدت تحوش لها أنا كنت تحوش للشوز والجزمة التي أشتريها سنتين سنتين تحوش للجزمة وعندما جاء على قد الرائح وعندما أشتريه بـ 450 أو 500 جنيه هذا كان رقم ساعتها يعني شوز توكيل كنا نقول توكيل ساعتها يعني اللي هو الجزمة دي توكيل سأحس أنها عربية يعني غير التوكيل كابده بأيه؟ لو مش توكيل براند دلوقتي دي براند مش عارف إيه كده بس هي كالتوكيل على طول الجزمة دي توكيل كده فكات أمي كل مرة يعني أشتري الجزمة وعندما أشتريها سنتين ثلاثة جميلة ولماها وهي اللي عندي وبعدين بقى إيه؟ سنتين ثلاثة بتقض معك الجزمة بالبسها والله ده أنا بالبسها وأنا نايم على الجلبية تمام؟ وأمي أول لما أجبها يا محمد دي غالي يا حرام وبتاع ومش عارف إيه وكذا وكذا بعد ثلاثة سنين أمي تشوفها تقولي بس والله فعلا الغالي تمنه فيه كل مرة بنفتح كده ونقفل كده المهم جيت اشتريت الشوز ده وطلع بقى أول يوم في فريق مسرح كلية حقوق جامعة إن شامس تمام؟ انت خريحه أصلا؟ أنا خريحه جامعة إن شامس أنا وخاطر وأنور وحمدي طيب إحنا.. وبرضو أنت مش معاهم أنا أتكرت القائر.. نعم ماشي كنا بننصب على بعض المهم نزلت كان ساعتها في رمضان وكده فنزلنا إيه نصلي العصر صلينا العصر دخلت حطيت الشوز قسما بالله أمير بيوبرق خلصت ببص على الستند بتاع الشوزات ده ما لقيتش الشوز قعدت تفكر طبعا قلت أنا أكيد حطيتها في حتة تانية وأنا متلقضة آه قعدت أدور قعدت تجري زي المجنون في الجامعة رصما بالله مجنون يعني بجري هارولة على الشوز ده بقى والله فيني الجزمة يا أولادي مش عارف أه أشتمحنا في بيت ربنا يعني فالمهم ما دور أدور ما فيش حاجة روح تسألت الراجل اللي وقعت في المسجد على طول قلت لها حاج دلوقتي أنا شاري جزمة جديدة وبتعايد طبعا منهار خنقت العياط اللي هي قبل العياط قبل الانهيارة خالص قبل ما الدمعة تنزل على طول رغرغة آه قال شاري جزمة جديدة وبستعطفه برده آه إزاي بقى بتستعطفه إزاي؟ لو سمحت يا حاجة دلوقتي أنا شاري جزمة جديدة فيه سكوت طبعا في النص آه فيه سكوت في النص فيه سكوت آه ما السكتات بقى عملت الليل الشفة لتحت اللي هو مش قادر أتكلم عنه طبعا هوني من الأول نعم لو سمحت لو سمحت يا حاجة أنا دلوقتي شاري جزمة جديدة الحمد لله يا ربنا كرمني وجبتها دخلت أصلي ما لقيتها إيش كانت محطوضة هنا نعم تمام؟ الغدس ده مهم في الحدودة لازم دي واجعله تاني لازم دي طبعا فرح قال لي يا يا ابني وأنت أول واحد فأنا طبعا حسب الخطر يعني افتكرته هيساعدني قال لي استعوض ربنا ما فهمتش الجملة مش فاهم يعني هل مثلا هتديني فلوس من صندوق التبرعات ولا مش فاهم الجملة إيه رح قال لي دياما خش خدلك قبقاب من جوة والله قلت له أخذ الأبقاب بتاع المسج قال لي خدوا ما الناس هنا بتجيب أبائيب كتير قلت له ما بيجيبوش كوة شهاد يعني وروحت الجزم وروحت من جمعة عين شمس والله العظيم خاركت الحرم بره بأبقاب لابس برطلون جنز وماشي بأبقاب وبتاع والله والله العظيم لحد ما روحت البيت دخلت لهم بالأبقاب قعدوا يتحكوا علي طبعا ولكن سمي ربنا يكرمها ما بيت لالجاز مغيرة؟ هي ديتني تمانها و